إذن هذا رشيد المباركي في مطلع السنة الماضية فجأة أعلنت قناة بيفي أم على أنها فتحت تحقيقا معه واتهمته على أنه قام بتمرير بعض التقارير الإخبارية في القناة في نشرات الأخبار التي كانوا يقدمها كان يمرر بعض التقارير الإخبارية ويقول فيها الصحراء المغربية هذه العبارة التي كان يستعمل يسحقها معك فالقناة فتحت تحقيقا واهتدت بعد ذلك اهتدت بعد هذا التحقيق طبعا لما نقوله تحقيقا وليس فقط تحقيق تقوم به القناة وحدها لا تقوم به كذلك السلطات الفرنسية والمخابرات الفرنسية هذا التحقيق ليس فقط تحقيق القناة ولا تحقيق تقنيفة في القناة إذن فرنسا فرنسا بمخابراتها بمؤسساتها الأمنية تقوم شكرا ما تنسوا فرنسا نفسها الرسمية بالمخابرات بالبوليس تقوم بعمل استقصائي تحقيق عميق معمق حول هذا الشخص حول اتصالاته حول تليفوناته حول جلساته معمكان يلتقي ترجع لكل هذه الأمور كلها هذه التفاصيل باشتهتدي في النهاية إلى أن هذا الشخص اللي نقال رشيد المباركي اللي هو أمه مغربية وأباه مجهول ويحمل جنسية المغربية لأن أمه مغربية أن هذا الشخص بالضبط كان يمرر هذه عبارة الصحراء المغربية في النشرات كان يمررها بعد أن تواصل مع أشخاص معينين وهؤلاء الأشخاص المعينين يستغلون لفائدة شركة إسرائيلية للتأثير وهذه الشركة الإسرائيلية للتأثير تشتغل لفائدة المخزن نشوف ماذا قال رشيد المباركي قبل توقيفه يعني مباصرة بعد توقيفه وحينما استدعية لأن قضيتهم شات حتى للبرلمان فقط ما اشتفهموا أنه يعني هي المسافة اللي بينكم كشعب مغربي مع قضية الصحراء الغربية هي اللي تخليكم أنتم الضحية لهذه الأكاذيب هذه الأكاذيب أن الصحراء مغربية هي تخليكم تخليكم تسخطف هذا الفق لأن المسافة اللي يجعل لكم المخزن مع المعلومة الحقيقية عن موضوع الصحراء الغربية كبيرة إذن بمجرد أنتم توقيف هذا الصحفي من القناة استدعية للبرلمان الفرنسي قالوا له تعالي للبرلمان الفرنسي باش يستمعوه في جلسة دامت أكثر من ساعتين ونصف لنسمعوه ماذا يقول نقال على أنه يعني يتهم بأنه قد حصل على مقابل من المغرب بينما ماذا يقول قال ما دامت هناك اتهامات لي بأنني قضيت مقابلا من المغرب فأنا أؤكد لكم على أن المغرب لم يسلمني أي سنتيم واحد أن المغرب ما سلمني سنتيم واحد أنني لم أحصل على سنتيم واحد من المغرب أنا المهم عندي هو هذه العبارة إذن هنا يقول على أنه لم يتسلم سنتيم واحد من المغرب أنتم صدقتوه والله ما صدقتوه أنتم صدقتوه على أنه لم يتسلم سنتيم واحد من المغرب هل صدقتم هل صدقتم هل صدقتم بأنه لم يتلقى أي سنتيم واحد من المغرب ما صدقتوه على ما صدقتوه لماذا ما صدقتوه على أنه لم يتلقى أي سنتيم من المغرب إذن هنا قال على أنه لم يتسلم سنتيم واحد من المغرب البارح جريدة لباريزيان الفرنسية جريدة لباريزيان الفرنسية نشرت اعترافات لرشيد المباركي أخيرا اعترف بأنه تلقى أموالا من المغرب البارح قدام البرلمان الفرنسي يكذب يقول على أنه لم يتلقى سنتيم من المغرب والبارح البارح يتراجع عن هذا الكذب ويعترف بأنه تلقى أموالا من المغرب كم هذه المبالغ 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 ما بين ستة لاف إلى ثمان لاف أورو ستة لاف إلى ثمان لاف أورو مقابل كل مقطع فيديو أي مقطع فيديو يسرف على بثه في قناة بيفي آم أو خبر عبر بيفي آم يقوم بتمرينه عن السحراء الغربية من وجهة نظر المخزن يتقضى عليه ستة لاف إلى ثمان لاف أورو ما معناه هل معناه أن هذا الشخص صادق كان عليه يعترف في البداية يقول أنا فعلا قضيت مبالغ مقابل العمل الذي نقوم به لفائدة المخزن أو المخابرات المغربية ولكنه كذب أمام البرلمان الفرنسي كعادة المغرب يعني المغاربة يعني المغاربة الذين يؤمنون برواية المخزن كذبين أصلا كذبين كذبين معروف عليهم الكذب لا يتورعون في الكذب يفرحوا على أنهم يكذب وعادي جدا على أنهم يكذبوا ما عندهم مشكلة يعني تصوروا أن الإنسان قادر على أنه يكذب وطبعا من يشتري المخزن 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 شكل يشتري المخابرات المغربية شكل تشري تشري الكذبين تشري مقابل المال وعلى نظام المخزن يبيع مرحبا سالة جيجي على نظام المخزن يبيع على نظام المخزن يشري على نظام المخزن يعطي أموال لهذه القضية لأنه عارف على أن في موقع خطأ عارف على أن الصحراء الغربية ليست مغربية لهذا يشري المواقف يشري الفيديوهات يقبض واحد في قناة مثل بيفئام ويدخل وسط بيفئام باش يقول به أنه رأي الصحراء المغربية ويتم مرر التقارير والفيديوهات وسط القناة ظنا من أن الفيديوهات وهذه الصور لا يحول الصحراء الغربية إلى مغربية ولكن هل يزور التاريخ؟ هل يزور التاريخ؟